اشتركوا في القناة والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه الاسر حول العالم مثمنة اختيار عنوان قمة هذا العام والذي يعكس مدى اهمية توفير مقاومات الاستقرار الاسري لبلوغ الامن المجتمعي لدى الدول واشادت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني بالمحاور والحلقات النقاشية التي تتضمنها قمة بودابست الديمغرافية والتي تول اهتماما بضرورة ايجاد الحلول المناسبة لتجنيب الاسر الاثار السلبية للنزاعات والظروف السياسية والاقتصادية في بعض المناطق بما يسهم في الحفاظ على استدامة الامن المجتمعي وتأمين مستقبل الاجيال المقبلة واشارت الوزيرة الى ان مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال دعم الاسر البحرينية وتوفير سبل العيش الكريم لهم حيث توفر الحكومة العديد من الخدمات الاجتماعية للمواطنين وبرامج الدعم الاجتماعي الموجهة لذو الدخل المحدود وتوفير الخدمات التعليمية والصحية المجانية وتوفير فرص العمل للأفراد بالاضافة الى توفير انواع متعددة من الدعم لفئات كبار السن وتوفير الخطط والبرامج التي تخدم فئات الشباب والاهتمام بالمرأة البحرينية وتمكينها من جميع حقوقها السياسية والاجتماعية بالاضافة الى توفير البرامج التي تخدم فئات الاطفال والناشئة ترجمة نانسي قنقر